السلام عليكم اليوم ان شاء الله سنرى المحور الاول من محاور مفهوم الشخص اللي هو الشخص والهوية و سنرى الاشكال ما هو اساس هوية الشخص على اي اساس تنبني هوية الشخص ثم هل هذا الاساس تابت ام متغير هنا سنرى ثلاثة فلاسفة اولهم روني ديكارت الذي ينتمي الى الفلسفة العقلانية والذي يقول بان العقل هو اساس هوية الشخص من خلال التفكير و من خلال الكوجيتو الديكارت الذي يقول انا افكر اذا انا موجود هذا التفكير اساس تابت عند ديكارت لان العقل امر فطري في الانسان و عندما ينتهي تفكير الانسان فانه ينتهي وجوده اذا اساس هوية الشخص عند ديكارت هو العقل ثم بعد ذلك اتى جون لوك لينتقد افكار روني ديكارت جون لوك الذي ينتمي الى الفلسفة التجربية يقول بان اساس هوية الشخص ليس العقل وانما هو الشعور والداكرة او بمعنى اخر الادراك الحسي وما هو الشعور الشعور هو كل ما يستقبله الانسان عن طريق الحواس من العالم الخارجي هذا الشعور او هذه التجارب تخزن على مستوى الداكرة فهو انتقد افكار روني ديكارت لان العقل عند جون لوك عبارة عن صفحة بيضاء فهو ليس معطن جاهزا وما يملأه هو التجارب التي يعيشها الانسان ثم اتى بعد ذلك شوبنهاور الفيلوسف الاماني التشاؤمي شوبنهاور الذي ينتمي الى الفلسفة التشاؤمية لينتقل بدوره اعمال او افكار جون لوك ويقول بان الشعور والداكرة ليس محددان لهوية الشخص لماذا؟ لان معطيات الشعور متغيرة فاساس هوية الشخص عنده هو ارادة الحياة اريد او لا اريد اذا لقد انتقد شوبنهاور افكار جون لوك لماذا؟ لان معطيات الشعور عند شوبنهاور فهي متغير اي ما نشعر به اليوم ومخالف تماما لما نشعر به غدا والداكرة عند شوبنهاور قابلة للتلف بسبب مرض مثلا مثل مرض زايمر مثلا اذا اذا ليس الشعور والداكرة هم المحددان لهوية الشخص عند شوبنهاور وانما ما يحدد هوية الشخص هو ارادة الحياة اذا هذه هي مواقف الفلاسفة فيما يخص محور هوية الشخص كنتمنى أنكم تكونوا استفتوا مادلا فيديو إذا عجب لكم الفيديو ممكن أنكم تديروا لايك وتشاركوا في القناة باش توصدوا دائما بجادي دينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته